الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أحبتي في الله نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكلام على صفة صلاته عليه الصلاة والسلام من أهم الكلام وهذه الحلقة تعد أهم حلقة في هذه السلسلة سلسلة يوم المسلم لأن الصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل مأمور به منه عليه الصلاة والسلام فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولما جاء أحد أصحابه إليه رضوان الله عليه وسلم عليه وكان جالس في المسجد رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وفعل ذلك الصحابي هذا الأمر ثلاث مرات فالمرة الآخرة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال الرجل والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي وقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا فيه أن صلاة هذا الرجل لم تكن كصلاته عليه الصلاة والسلام لذلك على العبد المسلم أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي واليوم سنتكلم عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم بطريقة مختصرة سهلة حتى نيسر على كل مسلم كيف يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي والصلاة عماد دين الإسلام وهي ركن الدين الثاني وهذا لا يخفى على كل مسلم ولا يخفى على أهل الإسلام أهمية الصلاة بالنسبة للعبادات أول ما يبدأ به المسلم في صلاته أن يكبر تكبيرة الإحرام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير أي أن تكبيرة الإحرام يحرم بها على المصلي كل شيء كان يفعله قبل صلاته وهذه التكبيرة لا تصح ولا تنعقد إلا بقول المصلي الله أكبر وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد عليهما رحمة الله وإذا كبر المصلي وقال الله أكبر يرفع يديه وهذا الرفع لليدين تابت ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرفع لليدين في هذا الموضع وفي غيره من المواضع يكون مع التكبير أي أن المصلي إذا كبر يرفع يديه ويكون قبل التكبير أي أن المصلي يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويكون كذلك عقب التكبير أي أن المصلي يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه فهذه ثلاث صيغ ثابتة وواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفة هذا الرفع هو أن يرفع المصلي يديه غير مفرق لليديه وغير ضام لهما ضما داما وإنما يمد أصابعه مفرقا بينها تفريقا يسيرا ويرفع المصلي يديه إلى حذو منكبيه وله كذلك أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فهاتان صيفتان واردتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رفع اليدين إما أن يرفع إلى حذو منكبيه وإما أن يرفع إلى حذو أذنيه والرفع يكون عند تكبيرة الإحرام وهو سنة من السنن وكذلك يرفع المصلي يديه إذا هم أن يركع إذا أراد أن يركع المصلي فإنه يرفع يديه وإذا قام من الركوع فإنه يرفع يديه كذلك وإذا قام من التشهد الأول فإنه إلى الرقعة الثالثة فإنه يرفع يديه كذلك فهذه أربع صيغ ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في رفع اليدين ثم بعد ذلك يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى وهذا أمر مأمور به كما عند ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع ميامننا على مياسرنا في الصلاة فهذا أمر مأمور به وهو سنة من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الوضع لليدين هو السنة وإذا خالف المسلم هذا الموضع ولم يضع يده اليمنى على يده اليسرى لا يكون ذلك مبطلا للصلاة بل يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك إذا وضع المسلم يديه فإنه يضعهما على صدره كما ورد ذلك عند ابن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفة الوضع أنه يضع كف اليمنى على كف اليسرى هذه الصفة الأولى أو أنه يقبض بكف يده اليمنى على الرسغ والرسغ هو الفاصل بين الكف وبين الساعد وهذه الصفة الثانية والصفة الثالثة في الوضع أنه يضع يده اليمنى على ساعد يده اليسرى فهذه ثلاث صيغ ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا فعل ذلك فإن الواجب عليه بعد ذلك أن ينظر في موضع سجوده والنظر إلى موضع السجود سنة مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك يشرع للمصلي أن يستفتح وأن يقول أحد أدعية الاستفتاح وأدعية الاستفتاح من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلت عنه عليه الصلاة والسلام نقلها جمع من أصحابه رضان الله عليهم والصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة تقرب من عشر صيغ ومن أصح هذه الصيغ ما صح في الصحيحي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدته بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياك بماء الثلج والبرد فهذا أصح أدعية الاستفتاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يمكن للمصلي أن يستفتح بأحد الأدعية الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا أقصر وأيسر وأسهل في الحفظ وهو ثابت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استفتح المصلي في صلاته فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقراءة سورة الفاتحة ركن ركين من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها وإذا كانت الفاتحة كذلك ينبغي للمسلم أن يوليها عناية وأن يقرأها قراءة صحيحة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة الوارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في أول القراءة بعد الاستفتاح ثم يبسمل صلى الله عليه وسلم والوارد والثابت في الاستعاذة والبسملة الدائم الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلهما سرا عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ سورة الفاتحة وإذا قرأ سورة الفاتحة ويقرأها بترسل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أتمها فإنه يقول آمين سواء كان إماما أو مأموما هذا هو الثابت والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ سورة الفاتحة فإنه يشرع له ويسن له أن يقرأ سورة أخرى مع سورة الفاتحة وقراءة الصورة الثانية مع صورة الفاتحة سنة مسنونة عند جماهير أهل العلم لذلك يقول العلماء أن صلاة الفرض وصلاة النفل تصحه إذا قرأ المصلي بصورة الفاتحة فحسب وقراءة الصورة الثانية هي سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة أخرى وسورة ثانية ثم إذا قرأ المصلي سورة بعد سورة الفاتحة فإنه يسكت برهة كما ثبت ذلك في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك يركع والركوع يقول المصلي فيه الله أكبر ثم يركع وصفة الركوع التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي مرفقيه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام وكان إذا ركع صلى الله عليه وآله وسلم بسط ظهره وسواه عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض بكفيه على ركبتيه ويفرج صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القبض بين أصابعه والقاعدة الشرعية عند العلماء هي أنهم يقولون إذا ركعت ففرق وإذا سجدت فضم فالركوع يفرق فيه المصلي بين أصابعه ويمسك على ركبتيه ويقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يقولها ثلاثا أو يزيد على ذلك بحسب ما يمكنه أن يفعل ذلك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية أخرى ولكن نقتصر على دعاء واحد في هذه المواضع ثم بعد ذلك يعتدل من الركوع وعند الاعتدال من الركوع إذا قام من ركوعه يقول سمع الله لمن حمد وقول سمع الله لمن حمد للإمام وللمصلي منفردا أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدل قائما وهذه واجب من واجبات الصلاة يقولها الإمام إذا اعتدل قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد وكذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد وقول ربنا ولك الحمد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه له أربع صيغ إما أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم وبإثبات الواو وإما أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد بغير واو وإما أن يقول ربنا ولك الحمد بغير اللهم وبإثبات الواو وإما أن يقول ربنا لك الحمد فهذه الصيغ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اعتدل من الركوع قائما واطمأنا بعد قيامه من الركوع فإنه يهوي ساجدا وينزل إلى السجود وعند نزوله إلى السجود الراجح عند العلماء أنه يقدم يديه على ركبته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليضع يديه قبل ركبته كما في سنن أبي داود ثم إذا سجد فإنه يمكن سبعة أعضاء يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبته وأطراف رجليه فهذه السبع لا بد أن تكون ممكنة في الأرض وأن تمس الأرض كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذه الأعضاء الصبع يسجد المصلي عليها وإذا سجد المصلي فإنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يقولها ثلاثا أو يزيد على هذه الثلاث وإذا سجد المصلي فإنه يفرق بين عضضيه وجنبيه إذا كان يصلي وحده وهذا هو الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في هذا التفريق حتى تظهر إبطيه عليه الصلاة والسلام وإذا كان يصلي غيره فإنه لا يستطيع أن يجافي هذه المجافات التامة وكذلك فإن المصلي يضم أطراف قدميه عند سجوده ولا يفرق بين أقدامه عند سجوده ثم بعد ذلك يقوم من سجوده ويجلس بين السجدتين ويفترش رجله اليسرى يجلس عليها ويفترش عليها والافتراش يكون بين السجدتين ويكون كذلك في التشهد الأول ويقول من الأذكار بين السجدتين سبحان رب يقول بين السجدتين رب يغفر لي رب يغفر لي يقولها مرتين أو يزيد على ذلك بحسب الإطالة التي يريدها المصلي بين سجدتيه ثم يسجد مرة أخرى ثم بعد ذلك يقوم من سجوده إلى الركعة الثانية ويفعل المصلي في صلاته كما فعل في الركعة الأولى كل شيء إلا أن دعاء الاستفتاح يكون في المرة الأولى وكذلك الاستغفار يكون أو الاستعاذة تكون عند الركعة الأولى فحسب ثم بعد ذلك إذا سجد للركعة الثانية يجلس للتشهد الأول والتشهد ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدة صيغ أصح هذه الصيغ هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تشهده وله أن لا يصلي مع التشهد ثم إذا قام من التشهد إلى الرقعة الثالثة والرقعة الرابعة يفعل فيهما ما كان يفعله في الرقعتين الأوليين ولكن يقتصر على قراءة سورة الفاتحة وإذا صلى الرقعة الثالثة والرابعة فإنه يجلس للتشهد الأخير وهذا التشهد يقول فيه الدعاء الذي يقول فيه التشهد الذي قاله في التشهد الأول ويثبت في هذا الموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة هنا هي الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو يقول إنك حميد مجيد كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن لا يزيد في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صلي على سيدنا محمد فهذه الزيادة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم أن يتقيد بالثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عامة الأذكار التي صحد عنه وإذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستعيذ بالله من أربع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يداوم عليه الصلاة والسلام على قول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة